مساء الخير على حضراتكم أجمعين عقب إنهاء محضرتنا ومصيتنا في هذه الليلة مع العالم الجليل الأستاذ الدكتور خالد حسين أستاذ التاريخ الإسلامي ورئيس قسم التاريخ بكلية الأداب جامعة عين شمس عبر جلستين زوم بدأنا في الجلسة الثالثة المداخلات وصلنا صفرها في هذه الجلسة الختمية استكمالاً الحوار مع أستاذة منايل فاروق ونترك لها بقية التساؤل والتعليق تفضلي وبعد كده تعقيب أستاذنا هو أنا بس أحط فكرة التعقيب بتاعي إن إحنا واحد المصريين ما كانش عندهم فكرة الغلاظة من التعامل مع العديد وما كانش فيها عندهم فكرة التعامل مع أولاد الناس اتنين مصري كان عندها أو المصريين كان عندهم مجموعة قيم أخلاقية أي حد يخرج عن هذه القيم الأخلاقية بيتم التعامل معها بعنف وبوصمه بشكل أو بآخر آآ تلاتة احنا كمصريين ما كانش عندنا غضاضة ان يحكمنا عدل لكن كان عندنا غضاضة من ان اي حد يملك او يتحكم في عدل في رزقي فده انا بحربي فبالتالي انا بتعامل كمصري لاني انا طول الوقت بحترم القيم الانسانية طول الوقت انا بتعامل مع الناس بشكل عادي جدا طول الوقت انا محتاج اتواصل مع فكة العبيد شكا لخضرتك واتمنى فعلا ان احنا نعمل السبت على معهد البقت بشكل عالي جدا ان معهد البقت هتحل الحاجات مهمة في فكة التعامل مع اهل النبا واهل السوداء بسطف افراقيا فكة العبيد وموقف المصريين منهم وفكة واد الناس واد الاسود دي مهمة جدا وتفصيل دي كلها مهم يحاجزها وده اعتقد محتاج شغلة كتير وشكا لخضرتك وشكا للمحاضرة جهدتها بس جدا شكرا لحركة استاذة منال على هذه المدخلة حابب بس ان انا اشير لحضرتك ان في كتاب عن الرقيق في عهد الخداوي اسماعيل بمن حرك طرحتي الرغبة في وجود وتوافر دراسات حوالينا الرقيق في مصر اتفاضح استاذنا باشكر دكتورة منال طبعا ممكن دكتورة منال يعني نبهت فعلا لنقطة مهمة بيتعلق بمعارضة البقت اللي عقدها عبدالله بن سعد بن سرح في عام 31 هجريا مع اهل النوبة وطبعا نصة المعاهدة على ان النوبة مطالبة انها تبعت سنويا 360 رأسا من الرقيق كجزية في شكل اداء بشري السؤال اللي بيطرح نفسه ابو المحاسن في نص آخر بيقول ان اهل الصعيد وده نصف كنتال غرابين ان اهل الصعيد كانوا مطالبين بإرسال 500 رأس من الرقيق للحاكم في مصر السؤال هل هناك خلط حدث عند ابو المحاسن بين معادة البقت فقدمج فيها بدل ما يقول اهل النوبة حط اهل الصعيد معتبرا ان الصعيد يمتد الى النوبة جنوبا وبالتالي 500 رأس معناها ان العدد بيزيد كل شوية بدل ما كانوا بدأوا بـ 360 هيوصلوا 500 معناها ان في اقبال على هذا النوع من الرقيق المرغوب رقيق النوبة والرقيق النوبة اللي كما ذكرت هو رقيق مرغوب جدا عنده المقتنين واسعاره كانت عالية خاصة بنتكلم على الجوار النوبيات الجميلات الاخطر هو هل فعلا كان الـ 360 الرأسا دول كانوا رقيق ولا كانوا احرار تم استرقاقهم لكن هذه المشكلة التي اثارها الليس ابن سعد في مسألة هل يجوز قبول هذه الرؤوس القادمة من الجنوب اذا كانوا احرارا فالراجل نص نصا صريحا انه لو كانوا احرارا ما جاز قبولهم لانه لا يجوز استرقاق الحر لكن هذا لا يعني ان المجتمع الاسلامي كان لا يسترق الحر كانت هناك روافر لاسترقاق الاحرار وانا اشرت الواحدة منها تتعلق بي الجريمة ده فيما تتعلق بمعارض البقت طبعا الشعب المصري لكن هو السؤال يعني هل انا استطيع ان اتحدث على قضية مغلة في القومية في هذه الفترة المبكرة في القرن الثالث الهجري والقرن الرابع الهجري اتكلم عن شعب مصري او عن مصر في هذا التوقيت اتحدث عن عالم اسلامي لا تربط بين جنبات حدود سياسية يستطيع الشخص في دار الاسلام ان ينتقل من المحيط الاطلس الى الخليج العرب الشرقا دون ان يسأل يعني من اين اتى او الى اين هو ذاهب يعني مسألة الايغال في القومية في تلك الفترة المبكرة اعتقد تحتاج الى الشعب المصري طبعا لا شك انه شعب شعب ومسالم شعب استوعب جميع الثقافات اللي جاية من برة طه حصين افطت بهذه المسألة بشكل يغني عن اللي جاية لكن التحدث على ان المعاملة او معاملة العبيد كلها كانت بهذا الشكل الايجابي وانما كانش فيه يعني معاملة سيئة او معاملة غير طيبة اعتقد هستعيد كلمة وسنة الدكتور مؤنس فيه مسألة الاحكام الجاهزة او الاحكام العامة محتاجين ان احنا يعني نتفدها شوية وباشكر طبعا الدكتور المنال على هذه المدخلة الجاملة هستعز لك يا دكتور خالد في النقطة دي لانها نقطة بدأت من ملعب مصر القديمة والتاريخ القديم مصر عرفت الخدم والخادمات ولم تعرف الرق وده قولا واحد بعد كم هائل من الدراسات في هذا المجال وان بعد الدراسات سمت المسألة عبدية وسليفري وده كان توجه غربي تم محاولة طبع الحضارة المصيبة فمصر كان بيمارس جميع الانشطة بكامل الحرية وكامل الاهلية بما فيها تملك الاشياء الزواج إجراء العقود إلى آخره فطبعا الوسائق اللي بتجلنا فيها إجراءات وفيها حتى دفع درايب إلى آخره بتأكد لنا تماما أنه مصر القديمة لم تعرف الرقم شحن آلاف الأسرة في بعض المعارك الحربية الأسرة الحرب أسرة الحرب باتكلم بخلاف ظاهرة الرقم وهنا كنت لسه هنطلق لنقطة أخرى أن حتى أسرة الحرب عندما قدوا إلى مصر كان بيتم معاملاتهم كأحرار يقيموا في أماكن بملكيتهم العقود سواء اللي كانت مكتوبة بالديموتية أو فيما بعد حتى بالقبطية بتؤكد على أهليتهم الكاملة وممارساتهم الحياة القانونية تماما كأي شخص في المجتمع وحتى ما كانوش بياخدوا حق الزواج من سادة كما هو في المجتمعات الأخرى وللحضرات الأخرى فده بالنسبة للمصر القديمة وهنا ما أتكلم على مصر القديمة بمتد بيها حتى مطلع العصر البطلمي لأنه في العصر البطلمي بعد السمات تتغير نتيجة أن الحكام خلفتهم مقدونية والحضارة اليونانية ثم بعدها الرومانية كانت بها قدر كامل من العبيد والرق وهذه الظواهر انتشرت فيها دكتور باسم لي تعليق بسيط نصف دقيقة هستاذ الحركة هاختم جملتي وحضرتك تتعلق لأن كمان لدينا تعليق من دكتورة كريمة عبد الرؤوف ومن أستاذ محمد منير فده بالنسبة للرق في مصر القديمة ما عندناش معلومة وإن كانت طبعا فيه كانت أطروحة في بريطانيا تم عنوانتها بهذا لكن بتكشف الدراسة المتعمقة والدراسات اللاحقة أنه لا توجد العبودية أو الرق في مصر القديمة حتى الأسرة كانوا لديهم حرية ويقيموا في أحياء فقط الجيش يراقب على أداءهم خوفا من قيام ثورات وتم الدراسة هذا الأمر باستفادة في بعض الأطروحات العلمية يما يخص الهوية احنا الشعب المصري وهسترجع حدث من عهد بطليموس الرابع أما كانت الحروب بالمقدونيين وكانت الهزيم تتوالى أول ما المصريين شعروا بقوميتهم ودخلهم في الجيش في عهد بطليموس الرابع ترد الدولة البطلمية تتغير وجهها بعد بطليموس الرابع نتيجة أعادة دخولهم وأرجاع وإسكاء الهوية القومية عندهم طبعا فيما خص شعور المصري بمفاهيم زي الماعد والأخلاق والدولة والأرض والمنتشر حتى في أدب القصصي بعيد عن المدونات الرسمية كل ده بيدينا انطباعات كافية أنه المصريين معناش الدولتهم لهم خصوصية حتى لو قبلوا أنه هم يندرجوا تحت دول ومظلات أكبر منهم في فترات بعينها أصدر أستاذنا دكتور مونس باعتذر أننا في جزئية فيما يتعلق بين الشعب المصري مسالم هذا في الظاهر لأن فيه داخله يحمل جينات الثورة بشكل جنوني أنا والدتي حكيت لي في أسيوت مثلا ثورة 19 الناس دابع حت العساكل الإنجليز وفي ديرما واسف المينيوم فالشعب المصري في ظاهره مسالم لكن في داخله بوطاقة الثورة ويجتمها وتخرج في وقت معين بشكل جماعي لما يفيد به لما قدرته على التحمل بتتجاوز فبرضو يعني لأن البعض يتصور أن المصريين مسالمين مقارنة بشعوب أخرى مثلا زي العراق في اختلاف من اتنين حتى على المستوى الجغرافي نهر المين ومع أروف وقت فيضانه بينما دجلة والفراط المر ففي اختلافات معين لكن المصريين في داخلهم بزرة الثورة في توقيت معين شكرا جزيلا حقيقي تماما أتفق محلولك أستاذنا دلوقتي الكلمة لدكتورة كريمة عبدالرقوف الدومي أتفضل أنا أقصد دكتور كانت تفضل إشكالية الهوية يعني عند كتاب كده نحن قرأناه وبعد من أقرأه ممكن نتدردش في مسألة الهوية المصرية والحديث عن القومية في الفترة المبكرة في العصر الإسلامي أنا أتحدث على أقل في العصر الإسلامي لا أعود بالقضية إلى ما قبل الفتح الإسلامي لمصر لها المتخصصون فيها حديث عن مصر باعتبارها ولاية تتبع داراً أو تتبع حاضرة للخلافة الإسلامية سواء في المدينة أو في دمشق أو في بغداد بعد ذلك أنا لا أنفي طبعاً الشعور بالانتماء إلى الأرض لكن قصة الحديث عن قومية بهذا الشكل الموغل في تلك الفترة المبكرة مع حكومات أو عناصر غير عربية أصلاً جت تتحدث عن عناصر تركية في الدولة الطلونية والدولة الإخشدية الفاطميين اللي أتوا بعد ذلك ثم المماليك يعني هذا يعني يحتاج إلى إعادة مصر إذا أتفق محارتك طالما لم يأتي الحاكم على الشعب المصري كما أوضحت في مداخلتها أستاذة منال فهو بيقبل وينصى عليه مظلة الحكم اللي بيسوده أياً كانت الفترة الزمنية والحكم اللي بيسوده حالياً معنا مداخلة دكتورة كريمة عبد الرقوف تفضلي دكتورة كريمة حالياً فتاح المايك تفضلي السلام عليكم في البداية أحب أقدم خالص الشكر والتقدير للدكتور باسم سامير على جهوده العلمية والأكاديمية وكمان بتقدم بخالص التقدير أستاذنا الدكتور خالد حسين على الدراسة المعمقة والمجهود الواضح فيها من خلال العرض الحقيقة أما عن مداخلتي فهي بتبدأ باستفسار للدكتور خالد هل نسبة بعض العمائر إلى أسماء بعض الرقيق بيعني أنهم أنجزوها بأيديهم أم مجرد ملكياتهم لها؟ ده استفسار؟ برضو لدي ملاحظة حول استخدام مصطلح العصبية وإطلاقه على الرقيق كعصبية مساندة للدولة الطلونية والدولة الإقشدية فحسب نظرات ابن خالدون فالعصبية غالباً بتنتمي لعنصر واحد يعني زي ما كان الكتاميين من صنهاجة الشمال مناصرين للدولة الفاطمية في المغرب وصنهاجة الجنوب اللي أقاموا الدولة المرابطية والمصامدة اللي أقاموا الدولة الموحدية هل الرقيق بينتموا العنصر واحد علشان نقدر نقول عليهم عصبية مندمجة في المصالح والأهداف وما إلى ذلك الحاجة الثالثة بفضل استخدام مصطلح أو كلمة إسهام في المجال العلمي والثقافي بدلاً من كلمة عطاء لأنه كلمة عطاء يعني بتوحي بضخامة الإنتاج العلمي للرقيق وحسب الدراسة فهناك مجرد شواهد يعني بتقول إن البعض هو اللي قام ببعض أشكال الإنتاج العلمي أو المشاركة في بعض المجالات العلمية المختلفة فكلمة إسهام بتبقى أوقع من استخدام كلمة عطاء وبكرر شكري لجهود دكتور خالد حسين على الدراسة الرائعة والعرض الرائع وبكرر ساعدتي بمشاركتي اليوم وحضوري مع حضراتكم اليوم وجم استفادتي من عرض الدكتور خالد حسين ومن مدخلات حضراتكم خالص الشكر والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزيلا شكرا دكتورة كريمة حريك منورنا ومنورنا طبعا دكتور خالد بحراراته حقيقة ماتعة وقيمة جدا وأصارت العديد من التساؤلات وأصارت هذه الأمسية بشكل أنا سعيد جدا بيه كنت أتمنى أن الحضور يكون مضاعف عشرات المرات اتفادل دكتور خالد شكرا دكتورة كريمة على المدخلات أولا فيما يتعلق به العمائر طبعا العمائر هي تنسب لهم كمشرفين عليها أو أن هم كان لهم دور على الأقل في إنشاءها سواء الإشراف على البناء أو ممكن العطاء مادي معين ومش معنى أن المبنى ينسب لشخص إن هو إنشاؤه بيديو طبعا أكيد أن الأم على إنشاؤه يعني من هم مخصصون لذلك سواء من البنائين أو الفعلة أو غيرين مسألة العصبية أتفق معاك طبعا أن العصبية هي في نظرية ابن خلدون هي أساس لقيام الدولة إذا توفرت معها دعوة دينية لكن فقدان العصبية القبلية لا تعني استبدالها بعصبية أخرى كما ذكر ابن خلدون نفسه يعني ابن خلدون النص بيقول فيه إني من السنن وطبيعة الدول في ما يتعلق بالعصبيات أن أصحاب الدول إذا فقدوا عصبية القبيلة اللي أشارت إليها استرقوا العبدان والموالي وضرب معهم أولئك الموالي والمصطنعون بنسبهم في تلك العصبية هنا أنا أتحدث عن عصبية جديدة يؤسسها الحاكم استنادا إلى عناصر حتى لو كانت عناصر مختلفة تدين بالولاء فقط لهذا الحاكم تدين للولاء لهذا الحاكم وغالبا من غير بني جلدتهم كأنها عصبيتهم وحصل لهم من الانتظام في العصبية مساهمة في نسبها سواء كان مولى رقة أو مولى استناع هذا النص طبعا لا يترك مجالا للشك بأن هناك عصبية بتستند إلى العبيد أو إلى الموالي أتفق معاك طبعا لم يكن عطاءا هو إسهام لأنك ما كانش بالقدر الكافي مجرد إشارات بسيطة لا تستدعي فعلا أن نحن نقول إسهام هي لا تستدعي أن نقول عطاء ولكن كان إسهاما بسيط شكرا دكتور أكيد شكرا دكتور خالد لدينا من آخر مدخلة كانت مرفوعة من أستاذ محمد منير لأنه الخاصة بأستاذة إيفت هي لأسف ما بقيتش معانا ولو كان دكتور أسمين رفع أقضيها في وقته أنا مخدتش بالي فأنا بعتذر لو هي حبة دعم المدخلة يبقى بعد أستاذ محمد منير أتفاضل أستاذ محمد سيد خير يا دكتور ناسم ومتقيات الفقرات على المتاحة الجميلة للمنتبيات التاليشية والصقافية وأنا يعني سعيد جدا معلش أن أسف لأن أنا كنت في الطريق أنا سعيد جدا إن أنا فعلا صاد في الوقت إن أنا أشوف المحاضرة من النهاردة وقابل الأستاذة الأفاضل دكتور خالد ودكتور مؤنس وأنا كنت طالب عندهم من أكتر من 15-16 سنة فأنا سعيد جدا إن أنا كنت متواجد النهاردة كمستمع وكتلميز مرة تانية وبجد الأستاذة دولة أساء هم أكبر المؤرخين في الوطن العربي من غير مجاملات أو حاجة نتكلم على الدكتور خالد ودكتور مؤنس يعني ما شاء الله عليهم من الناس اللي فعلا الواحد يتشرف أنه هو تتلمز على اليوم أنا ما عنديش أي مدخلات بس حبيت أن أنا أسلم على أسد زيتي في المقام الأول وأشكر حضرتك على الإتاحة الجميلة دية أو السمينارات العلمية دايما كل سابت إن شاء الله بنبقى حضرين فيها ومستطعين بيها جديد شكرا جزيلا شكرا جزيل شكرا أستاذ محمد منير لوفائك أشكر أستاذ محمد شكرا جزيل اللي رجعنا 15 سنة أستاذنا الدكتور مؤنس وراء يعني أنا بستغرب 15 سنة معنا أنا لسه متولاتش من الأفحاص الجميلة الجميلة اللي لا يمكن أنساها أبدا طبعا محمد ودايما كان معنا في رحلات أيوة يا دكتور وذكرنا بحبيبنا الله يرحمه الدكتور أحمد في رحلة أسوان اليمينة ومحمد يعني كان شخصي كده هو اللي كان يعني الجميل بتاع الرحلة كلها هو الله من ساعة فخرجتنا من القائرة لحد ما رجعنا شخص جميل وشخص ما يعني عنده كده رحية وعنده حضور عالي جدا وأكتر من كده أن هو كان مشاء الله عليه محمد طول الرحلة يعني في خدمة الجميع يعني ما يسيفش حد إلا ويسهم محمد حقيقة في شعر كده يعني جميل يا دكتور خالد وده يعني حاجة بسيطة من اللي دايما أنا تعودت عليه من حضرتك سواء في الكلية أو في الزيارات العلمية الخارجية شكرا لحضرتكم وأنا مشكل جدا ومستمتع في القاهرة أبو حميد ولا أمر أنا في القاهرة في القاهرة وإن شاء الله نقول أننا يعني آجي أزور حضرتكم ياريت والله ياريت نسعد بالرؤياك أنا أسعد والله يا دكتور خالد أنا أسعد والله أنا حبيت أننا تبقى مدخلتي في الآخرة علشان ما أخليش يعني ما أخدش أحد في المحاضرات أو في التساؤلات العلمية الجميلة الشايقة بس زي ما حضرتك عارف إحنا في مجال شوية مختلف بعيدا عن التاريخ الإسلامي أو تاريخ العصر والوسط شكرا يا دكتور خالد وشكرا يا دكتور باسم وشكرا خاصة لدكتور مونش شكرا لحضرتك وهو بصراحة دايما عندنا إدمان محمود هو إدمان الانتماءنا لقسم التاريخ بكلية الأداب جامعة الشمس بيتنا وأمنا والمدرسة العريقة في التاريخ يعني أنا أفخر أن أنا أنتمي إليها بصراحة بعد ما درست على إيد قامات وعلماء أجلاء كل واحد منهم يستحق بجدارة لقب أستاذ كورسي أو بلغة العصور الوسطى شيخ عمود مكتب لأي مكان والله تنتمي إلى دكتور باسم حقيقة والله نزيل شكرا حليطك سؤال أعتقد أنه لو ما فيش تسالات عند الحضور الكريم وهنا ممكن أسأل بالاسم هل فيه أي حد عنده أي تعليق يعني أستاذ أحمد حلمي دكتورة داليا دكتورة رباب دكتورة ياسمين طبعا أستاذة منال حليط خريجة أداب عين شمس من كلية البنات فطبعا نها كل التقدير لأن أصبحت بيتي التاني بإشرافة على رسالة المجستير والدكتورة فيها مزاملة مع أستاذتنا الأستاذة الدكتورة عائشة عدبعال وبعد الأسدزة والزملاء الأخرين في القصة إن شاء الله يكون فيه مشاريع مع دكتور فاتحي ومع غيره من الأسدزة في مجالات عدة خاصة أنا بجمع ما بين خصوصين زي ما حررتكم تعرفوا ليس فقط التاريخ القديم ولكن أيضا مجال علم المخطوطات والتحقيق في مصادر عصول وسطة باعتباري رئيس تحيير دورية التراس العربي المسيحي ومن هنا كان اطلاعي على كم من المخطوطات غير المنشورة اللي بوصي الباحثين الجدد بنشرها أكثر من الموضوعات الحضرية أنا في رأيك كل ما نكسر من نشر النصوص غير المنشورة بنوتيح فرصة فيما بعد في المستقبل للدراسات الحضرية متعمقة أكثر إفادة لو بدأناها قبل نشر تلك النصوص فلو فيه أي استساؤل أو تعليق رجاء حضرتكم وفتحوا المايك أو إفاق ديكم عشان عندي سؤال خي تاني بس لو استاذنا يبدو أن الجميع استمتع فعلا بتلك المحاضرة القايمة من عالم جليل بمنهجيتها الرسينة وعمقها وكم الهائل من المصادر اللي حضرتك أديت عليها والطرح اللي صنف أم بعملية تصنيفية يعني غاية في الجمال أنا كنت أتمنى أن جميع التلامزيتي وطلابي يكونوا حاضرين لكي يتعلموا هذا المنهج في الطرح والعرض سؤالي حضرتك من ضمن المصطلحات اللي استخدمتها كلمة خادم وخادمة لو أنا زاكرتي لم تخني هل يجوز دايما أنه عمم من ناحية المنهجية كلمة خادم أو خادمة مع الرط أم أنه هناك استخدامات حسب السياق مختلفة صحيح صحيح هو طبعا أنا بعتذر هي خادم خادم تطلق على الاتنين الخادم تطلق على الزكر وتطلق على الأنساء يعني مش خادمة هي خادم تطلق على الاتنين وطبعا باتتفق تماما مع الدكتور باسم أن من أكبر إشكاليات هذا البحث ما يتعلق بالمفردات أو المصطلحات أن أنا أقدر أحرر المصطلح علشان أقدر أوظفه في البحث بتاعي يعني كلمة خادم هنا زي كلمة فتى زي كلمة جارية لابد من العودة إلى ما صارها في السياق اللي وردت فيها عشان أقدر أحدد إذا كان ده عبد أو إذا كان ده حر كلمة خادم يعني كلمة ملبسة وفيها نوع من التشابك علشان أكون واضح متفق مع حضرتك طب وهنا السؤالي بقى لحضرتك باعتبرت لحضرتك على كم هائل من المصادر للخروج بتلك الدراسة القيمة جدا ما هي النسبة التي استخدمت فيها كلمة خادم للدلالة على الرق مقارنة بمفهومها العام والشائع والمعتاد أي الخدمة دون الرق أو الاسترقاق تمام هو طبعا أنا دكتور باسي منتفق معاك أن أنا هاعفو مشكلة كبيرة جدا في كلمة خادم اللي أنا بجيبها دلوقتي علشان أوظفها المعيار اللي أنا هضع فيه هذه أو هذا المصطلح باعتبره رقيقا وليس حرا تمام المعظم الإشارات اللي وردت فيها المصطلح خادم كانت بتتعلق بالبلاط البلاط الطلوني والبلاط الإخشيدي فوجود هذه النوعية في البلاط لا شك أنهما كانوا من الرقيق أو كانوا من العبيد فيما يتعلق به الأوساط الشعبية عندي نصوص بتتكلم عن استئجار الخادم وبرضو استئجار الخادم لا أعني أو لا أدري هل هي استئجار خادم حر أم استئجار خادم عبد النص نفسه يعني لا يمكن هذا الخادم العام يدخل فيه الخدمة خارج أو بعيد عن سيده إلا بوافقة أو إذن السيد فنلاقي النص بيقول إن السيد أزن لفلان تمام بالخدمة لمدة كذا بعائد شهري كذا وإن المبلغ ده يكون في حوزة السيد بعد كده دي قدر من خلالها أعرف إن المستئجر هنا عبد إذا كان خادم بما إن فيه سيد إذن فيه مملوك لكن في كتب التراجم كتب الطبقات العملية فعلا مشكلة يعني بتكلم عن فقيه مثلا الخادم فتح الباب أو فتحت الباب الخادم أدمت الطعام الخادم أكلت الضيوف الخادم عملت كذا هنا بتوعي المشكلة بقى بتوعي المشكلة هل الخادم هنا حر أم الخادم هنا رقيق يعني كنت بحاول على أبعد عن المصوص اللي فيها نوع من المطاطية دي ختاماً لا يسعني إلا أن أتقدم باسم حضراتكم أجمعين وباسم جروب الأثار وحضارة مصرية بجزيل الشكر والتقدير للمعالي أستاذ الدكتور خالد حسين أستاذ التاريخ الإسلامي رئيس قسم التاريخ بكليات الأداء بجامعة عن شمس عن محاضرته القيمة والماتعة رقيق مصر خلال العصري طلونيين والإخشديين الذي أمتعنا خلال قرابة أربع جلسات وفجر كماً من التساؤلات جعلتنا نستغرق فأيماً نصف تلك الجلسات في تلك الأسئلة والمداخلات فجزيل الشكر لأستاذته دمتم بصحة وبعافية وبإسهام عمين وفير وأتمنى عيد أطحى مبارك على حضرتكم أجمعين وأن تتابعونا في بقية الجلسات القادمة والأمسيات القادمة كل سبت في الساعة السامنة مساءً لدينا مجموعة من المحاضرات سأعلنها عن حضرتكم حالاً بالمشاركة لتكون مثيلة أمام ناظريكم لدينا السبت المقبل مع دكتور خالد سعد مدير عام الإدارة العامة لأثار ما قبل التاريخ ووزارة السياح والأثار محاضرة عن تأثير المياه في تغير مظاهر الحال الاجتماعية في عصول ما قبل التاريخ والعصر العتيق في مصر يليه السبت 15 يوليو مع الأستاذ الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصب لكلية الأداء الجماعة التاهرة موضوع الأراخنة في تاريخ مصر الحديث المباشرون والكتب ودرهم في الحياة المصرية السبت 22 يوليو مع الأستاذ الدكتور سارة كتاب رئيس قسم الإرشاد السياحي لكلية السياح والفنادق بالجماعة الإسكندرية موضوع الأيتام في الدين والحياة في مصر في العصرين اليوناني والروماني نواصل السبت 29 يوليو هو السبت الأخير في شهر يوليو موضوع مع أستاذ فهيم النحاس مدير عام النشر العلمي لمنطقة أثار الإسكندرية وموضوع المجتمع السكندري القديم من خلال الكتشفات الأسرية الحديثة ثم آخر محاضراتنا آخر أربع سبوت في هذا المؤتمر في شهر أغسطس السبت 5 أغسطس مع دكتورة كارولين ديب أستاذ مادة فلسفة الدين ومادة الفكر العربي المعاصر في جامعة البالمند دكتوران الفلسفة الدينية من جامعة القديس يوسف بيروت عن موضوع تأثير مفكري عصر النهضة العربية على المجتمع المصري هذا في إطار التاريخ الحديث طبعا ثم السبت 12 والسبت 19 مع بحيثي ماجستير ودكتوراء من تلامذة الأستاذ الدكتور أحمد الشربيني الموضوع الأول عن الغجر في مصر في القرن التاسع عشر الميلادي الموضوع التاني عن أسواق القرى في مصر في القرن التاسع عشر ميلادي فلدينا أسبوعين متتابعين عن مصر في القرن التاسع عشر ثم نختم مع الأستاذ الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث بكلية البنات جامعة عين شمس وموضوع غاية في الحداس والمعاصرة وموضوع الحياة الاجتماعية في مصر في النصف الساني من القرن العشرين يوم السبت 26 أغسطس وهكذا نكون أنهينا سويا جلسات مؤتمركم الدولي الثالث الحياة الاجتماعية في مصر عبر الأصور بفضلكم ولكم ومنكم دمتم بكل الصحة وفي الصحة والسعادة أشكركم وليلا سعيد على حضر دكتور خالد شكرا دكتور باسم شكرا رائعة ما شاء الله عليك شكرا للجميع شكرا للجميع شكرا 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 لدكتور خالد شكرا لحظتك جدا دكتور باسم أنا أشكرك أشكرك جدا لدكتور باسم شكرا مع السلامة أستاذ دكتور محمد مع السلامة ياريت حضركم تنورونا دائما كل عام تنورونا بخير وحرات بخير أسبوع على خير وأنت من أهل ولكم